التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشارة محمد عبدالوهاب وذلك لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر وخلال اللقاء عرض رئيس هيئة الاستثمار عددا من طلبات تنفيذ استثمارات جديدة لشركات أجنبية تضمن رهبة شركة إسبانية لإقامة مشروع زراعي في مصر على مساحة 3000 فدان كما استعرض رئيس تنفيذي لهيئة الاستثمار تقريرا حول بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال ربع الأول من العام المالي 2021-2022 الذي تضمن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطعات غير البترولية بنسبة 28.2%